القلب يستجدي من المولى الجنان وإليه تهفو الروح شوقا كل آن فيظ الجمال وكل آيات الهدان ولطائف القرآن من سحر البيان لاحت على الأباق في درب المسير تدعوك للتفكير يا هذا الأسير فحت بشائرها بأنسام العبير فاسمع جميل القول من بوح اللسان هذا كتاب الله نبراس الوجود للخير تجمعنا اللطائف بالوعود نحو العباد بشائر الخير تعود أقبل إلى الرحمن يا ربا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيال فرع جدا الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيد بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل بأبي وأمي وروحي خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبة في الله لطائف قرآنية برنامج رقيق عذب جميل رقيق رقة لطائفه عذب عذوبة ألفاظه جميل جميل معانيه وكلماته ولم لا ونحن نطوف من خلاله معا في بستان معاني آيات القرآن الكريم نستلهم دروسه وعظاته وعبرة نستخرج لآلئه وجواهره وذرره نجمع رحيقه وزهره وثمرة لطائف يجتليها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب لطيفة الليلة عنوانها ألسنا أولى بهذا الأدب ألسنا أولى بهذا الأدب الله جل جلاله يقول حكاية عن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أدب من الملائكة رفيع وتبرؤ من ادعاء العلم بديع هذا أدب الملائكة المقربين ألسنا أولى بهذا الأدب نحن المقصرين هذا أدب الملائكة المقربين ألسنا أولى بهذا الأدب نحن المقصرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولله در الشافعي إذ يقول كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي أراني نقص عقلي وإذا مزددت علما زادني علما بجهلي فالقول على الله بغير علم من أشد المحرمات يجب على جميع المسلمين وعلى جميع طلبة العلم أن نتأدب بهذا الأدب الراقي بأدب الملائكة مع الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فلا تقل على الله بغير علم بغير دليل بغير فهم للدليل بغير تحقيق لمناط الدليل فإن القول على الله الملك الجليل بغير علم من أشد المحرمات فلقد رتب الله جل وعلا المحرمات أربع مراتب فبدأ بالفواحش ثم ثن بالإثم والبغي يعني الظلم ثم ثلث بالشرك ثم ختم المحرمات بما هو أشد تحريما ألا وهو القول على الله بغير علم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هل تدبرت هذه الآية الكريمة وهل تدبرت هذا الترتيب للمحرمات يبدأ ربنا تبارك وتعالى بتحريم الفواحش ما ظهر منها ما بطن ثم يثني ربنا تبارك وتعالى بتحريم الظلم والإثم والبغي ثم يحرم الحق تبارك وتعالى الشرك بالله جل وعلا ثم يختم هذه المحرمات بما هو أشد تحريما ألا وهو القول على الله بغير علم فلقد قال الله لصفوة رسله وإمام أنبيائه ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم وعتب الله على كليمه موسى على نبينا وعليه صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا فقال الله عز وجل له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك إلى آخر الحديث الطويل الذي رأى البخاري ومسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فالملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والعلماء الربانيون الصادقون شعارهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا هو الأدب الرفيع والتواضع الجليل ويبقى صنف من الناس يقولون على الله تبارك وتعالى بغير علم بل ويفتون في المسائل التي لو عرضت ورب الكعبة على عمر عبد الخطاب رضي الله عنه لجمع لها الصحابة من أهل بدر وهذا موقف جليل لعبد الله بن عمر يأتيه سائل فيقول له يا عبد الله أترث العمة فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اذهب إلى العلماء فاسألهم فيقول له الرجل أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك فانصرف السائل يضرب كفا بكف فقبل عبد الله بن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري سئل عما لا يدري فقال لا أدري نعم هؤلاء هم العلماء وإذا ذكر العلماء يا أحبابي فمالك بن أنس النجم الثاقب إمام دار الهجرة سئل في ثمان واربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري وهذا هو الإمام الشافعي يأتيه سائل فيصمط فيقول السائل أجب فيصمط فيقول السائل ألا تجيب فيصمط فيقول السائل في ثالثة ألا تجيب يا إمام فيقول له الإمام الشافعي اصبر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي هذا هو الأدب ولو ظللت أطوف بحضراتكم في هذا البستان اليانع بستان تواضع العلماء الربانيين الذين تعلموا هذا الأدب من الأنبياء والمرسلين الذين تعلموا هذا الأدب من الملائكة المقربين لطال التطواف أسأل الله أن يؤدبني وإياكم جميعا بهذا الأدب وأن يكون شعارنا في هذه الفتن الصماء البتماء العمياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفان الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدا لطائف الجمال وكل آيات الهدى ولطائف القرآن لطائف القرآن من سحر البيان لاحت على الأباق في درب المسير تدعوك للتفكير تدعوك للتفكير يا هذا الأسير فحت بشائرها بأنسام العبير فاسمع جميل القول من بوح اللسان هذا كتاب الله نبراس الوجود للخير تجمعنا اللطائف بالوعود نحو العباد بشائر الخير تعود أقبل إلى الرحمن يا راجي الأمان القلب يستجدي من المولى الجنان وإليه تغفر روح شوقا